موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعزائي المشاهدين متابعي برنامج الركن الثالث من قناة بيونة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة وعافية مرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم برنامج الركن الثالث أيها الأحبة في الليلة الماضية استكملنا شروط وجوب الزكاة وما يتعلق بها وما يلحق بها من مسائل وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنتكلم أين تصرف أو تصرف هذه الأموال بعد أن استكملت شروطها وما يتطلب منها أين تصرف في هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنتكلم عن مصارف الزكاة وقبل الكلام عن المصارف بالليلة البارحة وعدناكم أننا سنسرد الأموال التي تزكى سردا أيها الأحبة أعزائي المشاهدين ما هي الأموال التي تزكى هل كل مال تجيب فيه الزكاة هل كل ما تملكه تجيب فيه الزكاة أم أن هناك أموالا محددة تجيب فيها الزكاة أيها الأحباب الأموال التي تجيب فيها الزكاة لا تخلو عن حالين عن حالين اثنين الأول أن يكون هذا المال ناميا حقيقة ما هو معنى نامي حلقة شو معنى نامي حلقة أي بنفسه يتوالد بنفسه يتكاثر بنفسه ينمو ما يحتاج حد ينميه ومن ذلك بهيمة الأنعام المواشي المواشي أيها الأحبة ما دام الفحل فيها فهي تتناوين تنمو وتتكاثر بنفسها وكذلك أيضا الزروع مجرد سقيل ثمار وغيرها أيضا تتكاثر وكذلك عروض التجارة فهذه هي الأموال النامية الزروع وبهيمة الأنعام وعروض التجارة وأما أيها الأحبة الأموال أو الحال الثانية هي أن يكون المال ناميا حكما أي يحتاج أن أحد يحركه أحد يقلبه أحد يتاجر فيه حتى وين؟ حتى ينمو ويكون في حكم النامي ومن هذه الأموال الذهب والفضة الذهب والفضة إذا لم يشتغل بهما في التجارة أصبحا غير ناميين فهما وإن كانا راكدين أيها الأحبة أعزائي المشاهدين إلا أنهما في حكم المال النامي لأنه متى ما شاء صاحبهما أتجر فيهما هذه أيها الأحبة الحال بالنسبة للأموال بالنماء وغير النماء والآن سنورد إن شاء الله تعالى الأموال التي تزكى إجمالا والتفصيل أحبتي سيأتيكم إن شاء الله تعالى لاحقا عندما نبين كل صنف من أصناف الزكاة بمعنى الآن نوردها إجمالا مجملا إن شاء الله تعالى بعدين في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى وفي الليالي القادمة من هذا البرنامج المبارك سنفصل لكل نوع من أنواع الزكاة كم نصابه مع معناه متى يخرج مع شروطه تفصيلا إن شاء الله تعالى يبعد عنكم الإيهام إذن فالأموال الزكاوية هي واحد بهيمة الأنعام اثنين الثمار والزروع ثلاثة النقدان هما الذهب والفضة ويدخل أيها الأحبة في حكمهما الأوراق النقدية أي الذين تعاملوا به فيها في زماننا هذه أيضا يدخل في ذلك عروض التجارة ويدخل أيضا في ذلك الخارج من الأرض والأسهم والسندات والمستغلات وكذلك الركاز والركاز أيها الأحبة سننفصل فيه والركاز هو الكنز المدفون الذي لا يعرف له صاحب وكذلك المعادن وأيضا المال التاسع هو العسل على خلاف فيه سيأتي إن شاء الله تفصيلا في موعده في الليالي القادمة وعودا على بدء أيها الأحبة سنتكلم الآن عن مصارف الزكاة من أين أتت هذه المصارف هل اجتهد بها العلماء هل جاء به قرآن منزل من رب السماع والأرض أم أن جاءت بها سنة من النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة المصارف الثمانية جاءت من الله تعالى في كتابه العزيز في صورة التوبة الآية ستة منها قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم أيها الأحبة هذه الآية بيّنتهم الأصناف الثمانية التي تصرف لهم الزكاة فنستفيد أن الأصناف حددها الله عز وجل ولم تترك لا لملك مرسل ولا نبي مقرب وإنما رب العزة جل في علاء هو الذي قد حدد الأصناف الثمانية أيها الأحبة فهؤلاء المذكونون في هذه الآية هم أهل الزكاة التي جعلها الله محلا لدفعها إليهم ولا يجوز أيها الأحبة صرفوا شيء منها إلى غيرهم بإجماعا بإجماع المسلمين أن هؤلاء هم الثمانية فبالتالي لا يجوز أن تصرف أموال الزكاة لغير هذه الأصناف التي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز أيها الأحبة وهذه المصارف هي التي أعينها الله في المشاريع الخيرية الأخرى أيضا كبناء المساجد وغيرها فهذه لا تدخل فيها لا تدخل في الزكاة أيها الأحبة فلنعه أن الزكاة لها مصارف وثمانية فبالتالي أيها الأحبة بناء المساجد وبناء المدارس تستطيعون أن تدفعوا من الصدقة وتجعوا لكم أوقافا تدر عليكم وليست المساجد والمدارس صنفا من أصناف الزكاة لأن هذه الآية أيها الأحبة أفادت الحصر وفي وعند العرب معروفة أن كلمة إنما يسمونها الكافة والمكفوفة تفيد الحصر وتفيد الاختصاص انتبهوا في لغة العرب إذا جاءت في بداية الكلمة كلمة إنما إنما هي تفيد الحصر والاختصاص وفي قول تعالى أيضا إنما الصدقات للفقراء واللام هنا أيها الأحبة للفقراء هي لام التمليك ولام الاختصاص أي أن الزكاة مختصة بهذه الأصناف الثمانية وأن الزكاة تملك لهذه الأصناف الثمانية وقال الإمام أبو عبيد بن سلام في كتابه الأموال لم يأتنا عن أحد من العلمان ولا الأعلام أنه رأى صرف هذه إلى أحد من غير الأصناف الثمانية التي ذكرت في كتاب الله تعالى الذين هم أهلها وبيان الأهلان أيها الأحبة سنورد لكم بيان هذه الأصناف الثمانية ذكرنا أحبتي في الله عز وجل في بداية الحلقة أن هذه الأصناف حددها الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين فأول صنف هم الفقراء ودائما يقرنون مع الفقراء المساكين ولا شك وعند أهل العلم لا أريد أن أطيل بكثير كلام عندما يجتمعان يفترقان أو إذا اجتمع افترق أو إذا افترق اجتمع لا أريد أن أطيل في هذا ولكن في الحقيقة أيها الأحبة أن ذكر أحدهما يغني على الآخر فإذا أنا قلت فقير أو مسكين فأيها الأحبة فهما شيء واحد وإنما النظر في ذا جمع ذكرهما في كلام واحد يعني الأصل أنا إذا قلت مسكين دون ما أذكر حتى يدخل فيه الفقير وإذا قلت فقير يدخل فيه مسكين لكن الآن في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين فهنا الرب جل في علاقة جمع بينهما لماذا قالوا قال أهل العلم الجمع هنا من قبيل التأكيد وقيل أيضا يراد بكل من الكلمتين غير المراد الأخرى فلفظهما من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت فصار لكل واحد منهما معنى يختص به وإذا اختلفت اتفقت ليدل كل واحد منهما على معنى الآخر أيها الأحبة الكلام كثير ولكن أنا الآن أريد لكم اختلف أهل التفسير في معنى في معنى الفقير والمسكين على قوال كثيرة ولكن أختار منكم لكم منها الأوضح أيها الأحبة أن المسكين هو أحسن حالا من الفقير لقول الله عز وجل أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة انتبهوا أيها الأحبة هنا الرب عز وجل وجل في علاه أخبر عنه مساكين وأن لهم سفينة لاحظتم أخوان لاحظتم في الآية قال وأما سفينة فكانت لمساكين ونحن قلنا أن المساكين أيضا أحسن حالا من الفقراء لأن عندهم أيضا يستطيعون شيء أن يقتاتون به بخلاف الفقير أما الله عز وجل قد وصف الفقراء أيضا في آية أخرى في قوله عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به يعلم لاحظوا أيها الأحبة الله عز وجل سمى الفقراء وهم أشد حاجة من المسكين تحسبهم أغنياء من التعفف فدل على أن المسكين أفضل حالا من الفقير بدلالة الآيتين الآية الأولى التي كانت في صورة الكهف وأما السفينة فكانت لمساكين فانظروا أن المساكين هنا كان لهم مال يتجرون فيه ولكن لا يكفيهم وأما الفقراء في الآية الأخرى التي ذكرها الله عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله وفي نهايتها قال تحسبهم أغنياء من التعفف وهم فعلا فقراء ولكن أيها الأحبة المسكين والفقير يشتركان في أنهم أيها أيها يعني كلاهما فقير ما عدا أن الفقير أيضا لا يملك شيئا من المال الذي يكفيه وطبعا هذا هو قول جمهوري أهل العلم وخلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أيها الأحبة وفي نهاية الأمر يعني الخلاف في الفقير والمسكين لا أثر له في باب صرف الزكاة إلا عند المفاضلة لا أصل أنا أجد بخير أو أجد مسكين أنا أعطيه 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 إن شاء الله تعالى وين أعطيه مختار الزكاة التي تكفيه ولكن عند المفاضلة إذا أعطوني فقير ومسكين لا أنا أعطي الفقير لأنه أشد حاجة من المسكين أيها الأحبة والآن نتلقى أولى الاتصالات في هذا البرنامج وقبل أن نتلقى الاتصالات أيها الأحبة نذكر بأرقام الهواتف الخاصة بالبرنامج البرنامج طبعا من داخل الدولة على 052 6066 ومن خارج الدولة 007 971 52 60 66 أول الإتصال لنا من الأخ طالب من الأعين السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته علينا وعليك إن شاء الله كيف حالك بخير ونعمة الحمد على رعات الله يحفظك شهادة نعتز فيها الله يحفظك نتزاهز حق اللي بصابقة نتزاهز نعم يا أخوي أخ طالب معنا إن شاء الله نعم نعم يا أخوي يا الله بسم الله الآن طالب نستعرض السؤال ونرى على الشاشة الله يحفظك والسؤال يقول والسؤال يقول الشخص يزرع نبات الجد والجد هلعين تعرفونه وهو علف وهو علف للحيوان وينتج منه واحد طن يعني لكل يوم ينتج ألف كيلو واحد طن فكم مقدار الزكاة هل مقدار الزكاة خمسين كيلو من الجد ولا أن ما عليه زكاة نهائيا ولا مقدار الزكاة مية ها طالب والله يا طويل العمر يمكن لا زكاة عليه ها نثبت إن شاء الله تعالى شو رايك يا طويل العمر خلاص ثبتنا إن شاء الله راي من رايك نحن لا نخرج عن رايك طالب توكل على الله دائما نحن في توكل على الله عز وجل طالب والجابة صحيحة وموفقة وسديدة طالب أيها الأحبة تعليق بسيط أن ليست كل الزروع عليها زكاة وإنما هي أنواع محددة مثل التمور والحبوب والثمار أيضا الزيتون والرمان على قول إن شاء الله وقبل أخ طالب سنوه الجميع وجميع مستمعين أن الجد والأعلاف لا زكاة عليها إلا إذا كانت عروض تجارة طالب الآن إن شاء الله نتجه حق الصنادي واختار لك الصندوق وصناديك ترهن خمسة وإنت إن شاء الله أول من يستفتح هذه الصناديك وصناديك هذه يا طالب مقدمة من قناة بينونة واللي تراها يا طالب إماراتية وتنشر الخير في شهر الخير اختار عندك النعمة عندك النعمة وعندك البركة وعندك الخير وعندك العطاء وعندك النماء شو تختار يا طالب من هنا أختار طال أمرك النماء ما شاء الله تعرف شو معنات النماء يا طالب النماء يعني زيادة أصل الله عز وجل يا طالب أن يزيد إيمانك ويزيد خيرك طالب خليك معنا إلى نهاية الحلقة عشان يشوف شو صندوق حصله والآن وعدنا الآن اتصال آخر من الأخت زينب السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام الله يبارك فيك يا زينب الحمد لله حي الله زينب أنت من رأس الخيمة من رأس الخيمة ما شاء الله أول اتصال من بدينا البرنامج يأتينا اتصال من رأس الخيمة مرحبا بيتش وأهلنا وأحبابنا في رأس الخيمة جاهزة حق الأسئلة زينب جاهزة يا زينب يلا بسم الله تابعي معي على الشاشة وشوفي السؤال والسؤال يقول أنا لاحظتي في بداية الحلقة تكلمت عن الركاز وقلت الركاز هنا سؤال يقول ما هو الركاز الذي تجب عليه الزكاة هل هو المرتكز اللي في الأرض يعني عامود محطايا في الأرض ولا هو ما وجده مدفونا غير مملوك لأحد من الأشياء القديمة ولا هو ما وجد مدفون في أرض شخص عندي ثلاث إجابات الأولية يقول هو عامود مركوز في الأرض والثاني يقول لا والله هون مدفون وما مملوك حد من الأشياء القديمة والثالث يقول هذا موجود في أرض محمد سليمان أو أرض زينب اختاري أحد وين الأجوبة الأجوبة الثلاثة الله يحفظشها زينب شو رأيت شيخنا بالثاني انثبت إن شاء الله الثاني شو رأيت لا أحيانا ترك الرأي إن شاء الله عطينا الإجابة وثبتي عليها إن شاء الله وشوفي بذن الله تعالى ثانية إن شاء الله ثبتنا وش تقول هي ما وجده ما وجده مدفونا ممتاز في غيره مملوك لأحد من الأشياء القديمة وجابة صحيحة زينب وموفقة زينب الآن راح ننتقل إلى الصناديق الله يحفظش وعدنا كان خمسة والحين تملك أربعة يا زينب بارك الله فيك يختاري واحد من الأربع الصناديق زينب عندش العطاء وعندش الخير وعندش البركة وعندش النعمة شو تختارين يا زينب والله يا شيخنا بختار الخير إن شاء الله يا سلام الخير وصل الله عز وجل أنا دينك يا زينب من زوايد الخير بذن الله زينب خليش معنا إلى نهاية الحلقة وشوفين شو اللي حصل صندوقي صندوق الخير والآن نتلقى أيضاً اتصال آخر في هذه الحلقة وعدنا الأخ مراد سلام عليكم يا مراد سلام يا مراد عليك يا شيخ كيف الحال طيب إن شاء الله بارك الله فيك أمين وإياك إن شاء الله اليوم ما شاء الله ضيوفنا ومتصلين ليس سمعونا أيضاً من رأس خيمة مرحبا بها الرأس خيمة مرحبا بارك الله فيكم جاهز يا مراد حق الإجابة حق السؤال إن شاء الله تعالى إن شاء الله زين مراد حتكلمنا شوية عن الفقير هنا يقول من هو الفقير هل هو اليتيم؟ أو من لديه دخل محدود؟ أو هو الذي لا يجد نصف كفايته؟ أعتقد أنه لا يجد نصف كفايته ما شاء الله نثبت؟ نثبت بإذن الله ما شاء الله جواب مسدد وموفق يا مراد بارك الله فيك مراد الآن إن شاء الله ننتقل إلى وين؟ إلى الصناديق مراد ونشوف شو الصناديق اللي راح تختارها نخلك معنا على الشاشة الله يحفظك عندنا النعمة وعدنا البركة وعدنا العطاء شو تختار يا مراد؟ والله النعمة ولله الحمد آه النعمة مراد إذن اختار النعمة واسأل الله يا مراد أن يزيدك من زوائد النعم الظاهرة والباطن وإياكم مراد خلك معنا وإياكم خلك معنا حتى نهاية الحلقة وشوف شو اللي أعطتك إياه قناة بينونا في صندوقك صندوق النعمة فاصل ثم نتواصل مرحبا بكم أيها الأحبة مجدداً عدنا والعودوا أحمدوا في برنامجكم برنامج ركم الثالث وليبث لكم من قناة الخير والتي تراها إماراتية قناة بينونا أيها الأحبة عودناكم في كل ليلة أن يكون المسكو ختامها مسك في كل ليلة نعودكم أيضاً بالسحبي على السؤال اليومي والفائزين عندنا في هذا السؤال الثلاثة تفائزين وهذه الجوائز مقدمة من صندوق الزكاة والذي ترى رؤيته رؤية عصرية عفواً شعاره رؤية عصرية لفريضة شرعية السؤال أيها الأحبة كان يقول ما الدليل على أن النية شرط لصحة الزكاة وقبولها وجدنا إجابات كثيرة على إيميل البرنامج zf.bainuia.ae وكانت الإجابة قول الله تعالى في صورة البيّنة الآية 5 وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُهُ الْقَيِّمَا وقد جاءتنا أيضاً الكثير من الأجوبة الصحيحة والآن سيتم السحب عليها بإذن الله تعالى معكم وسنرى هل الفائز أم فائزة في الليلة الفائزة الأولى ضحى محمد محمود الفائزة الأولى ضحى محمد محمود وجوائز هذه المسابقة مقدمة من صندوق الزكاة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومقدارها 500 درهم الآن نذهب إلى الفائزة الثانية والفائزة الثانية أيضاً ما شاء الله تبارك الله للليلة الثالثة أو الليلة العاشرة أو السابعة النساء يكتسح ما شاء الله تبارك الله أماني عبدالله سعيد مبارك أماني عبدالله سعيد على الإجابة الصحيحة والفوز في هذه المسابقة والتي جوائزها مقدمة من صندوق الزكاة في دولة الإمارات العربية المتحدة نشوف أيضاً الآن انكسرت القاعدة عندنا أيها الأحبة واضخرج لنا فائز محمد محمود حمدان محمد محمود حمدان كان هو الفائز في مصابقة الليلة الماضية من الأجوبات الصحيحة أيها الأحبة والآن نطرح لكم سؤال الحلقة الليلة والإجابة عليه ستكون إن شاء الله تعالى على الإيميل للبرنامج ويقول السؤال ما الدليل على وجوب الزكاة في النقدين ما الدليل على وجوب الزكاة في النقدين أيها الأحبة وأيضاً إرشاد لكم ارجعوا إلى موقع صندوق الزكاة في دولة الإمارات العربية المتحدة وستجدون الجواب الكافي لمن سأل عن الجواب الشعفي أيها الأحبة نكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في هذه الحلقة وسنكمل إن شاء الله تعالى عن مصارف الزكاة وسنتكلم عن مصرف واحد ثم كما عودناكم في نهاية كل حلقة نهديكم هدية المصرف الثالث وهو أرجو الانتباه وهو جداً مهم أيها الأحبة وهم العاملون على الزكاة من هم العاملون على الزكاة؟ هم الذين يعملون لجمع الزكاة وهل لكل أحد أن يجمع الزكاة؟ لا أيها الأحبة وهم العمال حتى عرفه الفقاء قال هم العمال الذين يقومون بجمع الزكاة من أصحابها ويحفظونها بأمر إمام المسلمين أي ولي الأمر أي ولي الأمر أي ولي الأمر أي الحاكم أيها الأحبة ولا يحقه أيها الأحبة بإذن الله تعالى انتبهوا جداً لا بد أن تعلموا أن ليس لكل أحد أن يجمع الزكاة إلا من أذن له ولي الأمر بهذا أيها الأحبة وقبل الختام نستعرض الفائزين في الصناديق نستعرض أيها الأحبة الآن عندنا ثلاث صناديق طالب وزينب الخير ومراد أخذ النعمة وطالب أخذ النماء أيها الأحبة والآن نستعرض كم ما هي المبالغ التي احتوتها هذه ما شاء الله تبارك الله النعمة النعمة حصل ألف خمسمية وكان من نصيب مراد وأما طالب فحق ألف درهم طالب ألف درهم كان من نماء وزينب الخير خمسمية درهم هذه أيها الأحبة جوائزكم في هذه الليلة والمقدمة من قناتكم قناة بينونا والتي راها إماراتية وتنشر الخير في شهر الخير أيها الأحبة أيها الأحبة دائما عودناكم أننا سنختم بحديث عظيم من مشكات النبوة وفيه ما ورد وما روي عن عبد الله بن عباسة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر عليه أنتبهوا من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات إلا مات ميتة جأهلي الله أكبر أيها الأحبة الحديث عظيم جدا يحذرنا شديد الحذر من الخروج على ولي الأمر وعلى الحاكم المسلم فلا يجوز بأي حال بأي حال من أحوال الخروج فهذا الحديث أيها الأحبة فيه شديد وعيد من عدم السمع والطاعة وبيان مثال به لا بل لابد أن نبين محاسنه أيها الأحبة أدعو الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يطيعون ولا تأمرهم أيها الأحبة لأن في طاعة ولي الأمر اجتماع الكلمة ونبذ الفرقة وأيضا أختم بأننا في دولة الإمارات العربية المتحدة بيتنا متوحد بيتنا متوحد بيتنا متوحد قالها محمد بن زايد آل الهيان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آل الهيان اشتركوا في القناة